دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا أمام حضراتكم محطة المترو من الخارج في منطقة كيا شهير هذه المناطق بالمناسبة كانت أرض خلاء البعض يتحدث ويشير إلى أنها كانت تستغل من بعض تجار المخدرات من الخارجين على القانون في ارتكاب أعمال منافية للأداب وارتكاب يعني تهم متعلقة بتعاطي المخدرات لكن في النهاية أردوغان استصلح هذه الأراضي جعلها مدن عمرانية نتحدث ونشير هنا إلى هذه المشروعات الكبيرة والمدن الجديدة والبلديات بالفعل التي استثمر فيها أردوغان منذ توليه في البداية رئاسة بلدية إسطنبول في عام 1994 وحتى الآن 2023 وهو الرئيس الثاني عشر للجمهورية التركية أردوغان يمتلك هذه الشعبية لأنه دافع عن قضايا الشعب التركي بتوجهات إسلامية حينما نتحدث عن قضايا ترجمة نانسي قنقر شكرا